لا تفوت زهر شهر رمضان للتطوع من أجل مساعدة الفقراء في عدة مناطق جزائرية وضمن مبادرة إنسانية تسع هي ورفقاؤها لإرسال مواد غذائية إلى بعض المناطق النائية حيث يعاني كثيرون فقرا مطقعا عندي عدة سنوات من اللي بديت هذا العمل التطوعي والهدفة الجمعية تعنا هو أنها تلحق المناطق النائية والمناطق يعني منكين الناس معوزة وما يلحقوا لهمش وفي هذا رمضان رأنا نوجده في قفة رمضان أنا أحب أن نروح إن شاء الله عدة ولايات منهم الولاية اللولة ستكون جلفة ومر جلفة إن شاء الله بسكرة وإلى جانب دراساتهم في الجامعة يتفرغ هؤلاء الشبان للعمل الخيرية ومع اقتران رمضان هذا العام بتفشي فيروس كورونا يؤكد المتطوعون ضرورة مضاعفة العمل والجهود لمساعدة أكبر عدد ممكن من العائلة الفقيرة وكل مرة نحاول أن نضاعف المجهود لكن هذه السنة خاصة مع الوباء كورونا المنتشر في الجزائر مع توقف معظم الناس عن العمل حبينا أن نضعف المجهود على قدر ممكن باش نلموا أكبر شيء من مواد غذائية ونلحقهم من الناس المحتاجة في هذه الفترة العمل التطوعية والخيرية أخذت منحا تصاعديا مع تفشي فيروس كورونا في الجزائر وبرز الكثير منها ضمن حملات توعوية وأخرى لجمع المواد الغذائية اتفضل كثيرون الانخراط فيها مدفوعين بروح التضامن والتكافل فالمجتمع الجزائري منذ أزمنة طويلة والمجتمع الجزائري فتوح مطعم الرحمة كذلك أيضا هناك في الشوارع للشباب محظر واجبات الأكل ويقدمها حتى للمسافرين اللي هم عبر الطرق ثم بعد ذلك حتى هناك بناء بعض الخيمات في الطرقات هذا أدى إلى نوع من الكبح ولكن هناك طرق أخرى الجمعيات ستقوم بطرقات أخرى تقدم القفة رمضان إلى المعوزين تذهب إلى البيوت متقدمة لهم على كل حال إلى المعوزين بلا ما يتنقلوا يوصلهم إلى المناطق النائية في الجنوب الجزائري ستنطلق هذه القافلة محملة بالمساعدات الغذائية لفائدة العائلات الفقيرة هذه المبادرات وأخرى باتت الغالبة على المشهد الإنساني في الجزائر خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا ودخول شهر رمضان نريما قداشة الحرة الجزائر